وهنقوم دلوقتي لأول مرة أنا بتبقى لتعليمات الأستاذ سنباطي بتاع أبلفايتة ده فين أبلفايتة مش عارف عاد فين المهم قالوا لي أنت هتقوم تخرج من الباب هنستخدم الباب بتاع باب الخلق لأول مرة بس ده خروج فأنا قلت لهم تعالوا أنيجيف إن شاء الله في الحلقات اللي بعد كده نبقى ندخل من الباب لازم البيبان تفتح البابان حين تغلق على الناس نبتش حل غير ما هتتكسر فيستحسن إن إحنا نخرج ونروح لزميلنا وبعد كده على فكرة أنا كده في نور ولا مش في نور أنا خرجت برا نور طبعا زلتاني هو زي علش يا جمع عندنا طبعا علي الألفي الصوت الجميل هيشرفنا بعد اللي عشى وكمان معنا باتول العبد علي الألفي صوت جميل وأشكره إن هو قدم لنا وأنت طبعا كلكم عارفين علي قدم لنا أغنية جميلة جدا وزعناها ولقيت استحسان كبير جدا 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 من حضراتكم كانت فيها جملة جميلة لإحساس بالغنى وقال فيها أنا ممكن لو ملقيتش حدي ونسني أنا هحضر نفسي عادي والكلمة دي قصرت فيها وقصرت في بعض السادة اللي شافوا أو سمعوا الأغنية علي مشكورا جايوا مع تنين عزفين جمال جدا وحنستمتع معا بالغنى بس بعد إيه مناكل وهم وعديني إن إحنا هم هيعشون عشوة حلوة وحوعديني إن إحنا هم هيعشوا الناس في الاستوديو هنا إذا ده لم يحدث وطبعا إحنا على الهوى وإحنا اللي في إيدنا هنا السيطرة فأنا بحظر أخوي الجزوي المسؤول عن المحطة إنه الناس دي كلها لو ما تعشتش هنقول كلام مش لطيف تعالوا بقى نروح أول مرة نمشي في الاستوديو ودي حاجة لطيفة ونخرج من باب الخلق نروح المطبخ تعليمات الأساس جمعة أنا أمشي بسرعة عشان أشوف مروة الشربيني إزاي كمروة أهلاً أهلاً مروة شافع لا معقولة إزاي حضرتك عامل إيه؟ مروة شافعي أهلاً فيكي قبل أي حاجة أنا بحب حضرتك جيد فضل فضل يعني أنا عايزة أبصلك بس كده شوية عشان راحضة حضرتك ربنا خليك ربنا خليك الله يخليك هتأكلين أي النهار ده؟ آآ كبدة كده شرقي هنمسعها كده في البيت مع توم وبصل وفلس الحامي في كميات قد الناس ديت ولا هم؟ يعني جزء منهم اللي فيه طبخ تاني لأن دي دي ايه برضي شغالة طيق هرجعلك يا مروة فضل رهام أهلاً وسهلاً يا حضرتك منور الله يخليك تفضل دي اللحمة مفرومة اللحمة مفرومة النهار ده عاملين بالبصل وآخر حلاوة بالبصل والتوم زيت زيتون آآ إيطاليا ومكرونا مكرونا تباجيتي مكرونا دي عشق تهلاً وسهلاً شريف بداعة ثلاث أسئلة وسامكة يا سيد حضرتك على فكرة انت يعني زي حضرتك أنا ممكن أبوسك لا مقدرش أبوس أي حد قبل كده ده شرف ريان أستاذ محمود ساعل لي لا لأنه أنا قريت الورق الخاص بحضرتك وعرفت قد كين بقي أنت زكي ولماح وعندك إرادة شيهادة جدية جداً لا 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 ده حكايتك ده حقيقة مش أنت كنت متعرفش نجيلة ماركل متعرفش ماركل بتاعت كنت فاكر أنجيلة ماركل بحسابها ممثلة أمريكية في البداية ممثلة ألمانية على كل حال ده حقيقي فعل وبعدين قال لك القدوة بتقرأ إيه وبعدين قال لي بتقرأ الميل أي آخر كتاب قرأته طيب قلت له مش فاكر مش فاكر لأن أنا مش فاكر أنا قرأت في فترة قريبة كتاب معين أي تبمين قدوتك في الحياة سكت ده هزني بشدة ده خليني معرفش نعم ده اللي بنقول لكو دايما في الباب الخل الكراءة هي سر الحياة الجميلة مش كده عليها؟ بحقيق بعد الفاصل بقى هناكل ونتبسط مع الجميلات وشريف إن شاء الله أهلا وسهلا بحضراتكو موزة في اليوم دي حاجة مهمة جدا وتفاحة كمان في اليوم حاجة مهمة جدا وإن كنت تسمع مروة الشافحة دي حاجة بقدو مهمة حاجة خطيرة جدا حاجة خطيرة جدا حاجة خطيرة جدا خلاص الله يخذيك الحمد لله الحمد لله يحكي بقى للناس ولا حاجة أنا عندي تلات بنات عايزهم يأكلوا في البيت بيحبوا الأكل بتاع الشارع جدا ودي مشكلة بقى عندي بقى أنا مستم حسويكة قوي وعايز أعملهم الأكل في البيت وطبعا أكلين مش زي بتاع بره بقى يعني حاجات بره بقى مغرية وشكلها حلو وحاجات كده إيه رأيك نحط الكبدة وإحنا بنجد منك صح عشان عايزة دوقك دي كبدة شارقي كده ووضح إن المحطة جبت لكبدة كتير أه جبولي كبدة ربع كيلو الزيت سخني جدا خفت كده الكبدة المهم إيه؟ طبق إيه؟ شرايح رفيعة هم الولاد عندي يعني هم السبب بناتك بناتك مهندس مهندس معمالي بدأتي مع البناتك اوه ومش الحالة اوه كميرا قدتك كده طالب خويس بس فبعد كده بقيت بشارك الوصفات اللي أنا بعملها وقاعدت بجربها كتير في البيت على على السوشيال ميديا اه وعملت صفحة جديرة في تلت سنين تقريبا أو حاجة بقيت دي اول خطوة بتعملها ماروة بتنتقل ايوة دخلت على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا اه ما عرفش إيه اللي حصل لقيت الفيديوهات اه ما شاء الله بتتشاف ومع الوقت اه اه يعني كنت الاول بقى نزل الوصفة بتصفيلوا الصور عادي عشان الناس تجربها وتشجعوا ياكلوا في البيت وبعد كده بقى لقيت اه فيديوهات اعملت فيديوهات 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 تغير بطوتي وبصورها في البيت في المطبخ اه البيت بقى ايه لا ده توم توم اه اه وكل الجديوهات الحمد لله ما شاء الله في عندي ستتاشر مليون وثمانتاشر مليون حاجات بقى انا كمانت خضيت طب خط مختلفة اتبقى مختلفة اه بالضبط اتبقى خطيرة برده اه خطيرة جدا بقى لقيت الموضوع مشي عملت ايه بعد كده بقى اه بس ولا حاجة اه كان فيها البيتج بقى وان الناس تجرب الوصفة وبقى عندي بقى جمهور وناس بتجرب الوصفات وتنجح معاهم دي حاجة بصاني جدا وان انا اشجعهم يأكدوا الولاد في البيت كنتش اشتخلتي قبل كده خالص خالص انا خارجة تجارة انجلس اه في السنة اللي انا تخرجت فيها تجوزت على طول وهنلفت على طول وقعدت البيت اه وكان موضوع الاكل انا بحب الاكل برضو يعني انا خطيرة في موضوع الاكل لا برضو بحب اكل اه ده كمون وكزبرة وسنة بوهارات كمان لحمة خلوة الملاحة دي اول اه لا انا جاي بس وقت حاجات بقى طرحانة بيها اول ايوة انا سمعت وعرفت ان انت جبتم منه كده ايوة عافيت بشافهم وما بشترك اه ودفع مبلغ محترم بطرحة ام خويس بعد بقى هنا بقى اه صفحات وحاجات ايه اللي حصل بعد كده بقى بس بعد كده اه التلفزيونات بقى بتتكلمني ام اه ان انا ممكن مثلا اطلع في فقرة مطبخ ام اه دي كانت البداية وبعد كده بقى ايتي بقى القناة النهار الجميلة بقى ام قالوا لي يا مروة علي ايه تبقي معنا وعملي برنامج ده سططة في الحامي اه دي جاي المشكلة اللي بيني وبيني دي وقتها تعمل بقى مشاكل بيني وبينك الحامي ده طبعا دي اه اه لا بشكل مرعب يعني طيب جوزك بقى موقفه ايه في الحاجة دي اه انت كنت قاعدة بترب العيال اه وبياكل اكل حلوة والبيت منتظم وبعدين فجأة امراتي بقى تنجمة هو ايه يعني هو كان في الاول بيس انما مسلا ماشى في الشارع او في مول او حاجة وحد بيتسلم علي وقى ايه ايه ده بص لي كده مش ايه دي اهو مش ايه دي مروة قعد شوية مندات وبتفرج علي دلوقتي طبعا ام 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 الحقيقي جدا جدا اوي اوي راجل اللي بيفهم مشاطر وبعد كده الحقيقي هو كان اكبر يعني صفور كليا في كل حاجة والله طبعا يعني انا عشان اجرب وصفات بين حاجة فلوس يعني اجرب واحنا وحظينا بقى ايه ايه بالضبط فهو كان وده وقت اللحمة بقت عاجة يعني مش عاجة سهلة ايه بصح فهو بصراحة كان داعن ليه جدا في الحاجات دي جرابي اعمالي وهو كمان يعني راجل اكيه جدا حب الاكل قوي ام بس هو مش تخين يعني ام لا ما هو واضح ان ان انت برضو بتحب الاكل بس بحافظ على رشقتك ام لانو الاكل مش مش مشكلة بالضبط ناكل كل حاجة المشكلة في ان احنا مبنتحركش كويس بالضبط بالضبط ام برضو الاكل الكتير مش كويس يعني بالضبط يعني مع شمال اضرب الكبدة دي هيضربوني في الاستوديو يعني هي تتعدي طبعا يعني مثلا ساندرش بسيط كده احاقد وانا رايح وانا رايح وانا رايح وانا رايح ريهام ديدي ايوا فان شاء الله انا وانطلقتي بقى بدأتي بقى اه انا اتمنى طبعا الناس تتابعني ان شاء الله طب ايه هتقديل الناس يكون مختلف ان شاء الله انا بحب جدا الحاجات المختلفة وبجرب حاجات يعني عادية بس شكلها ملفت وممكن ألعب في حاجات بس مقبولة يعني اه يعني اقدر اقول للناس انه مارو هتقدم لكوا اطباق فيها اختلاف بالضبط كده يعني ده تعمل في خمس دقايق ده اصلك دي كبدة مفيش خالص ده معهم شوية بطاطس محمر بقت غدوة ممتازة الله او شوية مكارونا مثلا بقى فضيئة ايه في العيش كده معنا مكارونا بقى عند ريهام المكارونا معجا ايه ده انا هاخده في ايدي ده معجا ايه اوه في دفع والعاجة ده حضرتك طوح دايب يا جميع يا خبر بس يا رب بس تعجبك هرجعلك تاني بقى انت خلاص كده طبيع اوه لا كده زي فولي طيب شكرا الله يخليك شكرا انا اتشرفت فيك والله الشرف لي واعجبني فيك انك انت شرف لي طورت الحكاية الحمد لله بالراحة الحمد لله وبشطارة الحمد لله فقدرت تستغلي موهبتك لذلك ربنا بحاجة تفيد البيت الاول وبعدين تفيدك انت شخصا و بعدين تفيد المشاهدين ان شاء الله الحمد لله شكرا جدا لحضرتك شكرا عايزين مكارونا بقى اه مكارونا مروة بقى مروة ديدي ريهام ديدي ريهام ريهام انا اسم لا ابدا احنا جاي من عند مروة ايه دي ريهام ديدي عايز اعرف الديدي ده اه اصلا لقب العيلة اصلا بعيلة مش اه يعني بترن بودني اه اه احنا اساسا سويسة واساسا كانت العيلة مشهورة بالتجارة اه عشان جات من هدي وخدي اه هدي وخدي فطلعت الديدي يا السلام هدي وخدي طيب انت خدت دي ايوه هاتي بقى ايوه عني وليلي بقى اه يديدي بقى انت مسويس اه يعني حياتك بقى اشتهى شبابك في السويس اه لا انا ابن عن جدن في السويس بس عاشته في مصر في مصر اه بس جدودي كلهم وماما وبابا سويسة اه كويس يا ريهام بعدين بقى ايه اللي دخلك في القصة دي بقى القصة دي بقى القصة دي بدت من صغري انا هاوية مربخ ممكن اكل اه طبعا تفضل لا 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 خالص والله يتفضل هتجري من مروع لا دي مروع حبيبة قلبي اه حركة بدت معي من الصغر خالص كنت انا اول ما بديت اطبخ كان في تلتة بلدائي تقريبا اه 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 والله كنت بعمل رز بعد كده شويتين تلاتة بدات الرز ده زمان كان صنعة تقيلة اه صنعة تقيلة بس اول حاجة بوصطها في الرز ان انا حطيت سامن كتير جدا بس صلعتهم فلفل برافو ما هو ده اه 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 انا اتفكر فيلم بتاع فعليه محافظة اه اه تاني حاجة اه ماما ما كانتش بتخوفني من المطبخ ابدا كان بتسيبني اه يعني اه بتسيب بتجربني اه لا خافي ولا تتلسعي ولا حاسبي لأ اه يا انا نخش المطبخ تخيلة مطبخ تخيلة لحمة وتجري بتاعي مثلا شفت تر VRUV وتجري اه قفتها احنا كنا نأكل اللمن خلطة المشنية اه طبعا بيبالي صعاب زمنا احنا صغارين ناكلها كده وخاصاته ما بتبقى بتشوحها على نار مش زبط بتبقى نص اسوة كده وبتقرمش وجميلة كويس صدح ولا فدا وبعدين قليلي بقى الموضوع ان انا كنت بحب حصة التدبير في مدرسة جدا مدرستي كانت ممتازة جدا حبيبتنا فيها بديت بقى اسقل قصة دي بالقراءة وزمان كانوا بتطلع في مجلة المرأة يوم الجمعة بالقراءة بالقراءة طبعا بدأت تقريب كتب طبعا كان ماما عندها كتاب قبل نظيرا اولى طبعا طبعا وبدأت بقى احاول الموازين بقى من الرطل للوقية والحاجة بتاعتنا الحاجة التانية بديت ان انا اجرب الحاجة في قلبي البيت وانت بتدرس عادي وانا بدرس عادي جرستي ايه بقى انا خلصت سنوية عامة وجوزت جوزت مدري وخلفته بس لأ كنت انا يعني عايزة اقول لك تالت يوم جوز وقفت حشت ممبار خلينا عايزة تكون ممبار خلاص بقيت خبيرة في الطب خلال اه بعد كده بقى بديت اشتغل في الكارفنج تعملي بقى كل الحاجات بقى تعملي كوارع وتعملي لا منحت كمان اه طبعا بتعملي ايه بنحت عالخضار والفاكهة بعمل كارفنج اه بتعملي حركات اه النحت ده هواية وانا ما بعرف شارسل انا بلعب مزيكا العب بيانو بلعب كيبورد وانون لكن ما بعرف شارسل يا خطر اقوى عمش دي ايه دي متعددة ايه فعلا بس فبديت مع شريف مذكور اه طبعا زمننا العزيزة اه حبيب قلبي ده 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 اخوي الحبيبي له طالة يعني جميلة اه بديت معاه في النيل الاسرة والطفل اه بعد كده روحت مع المحور انت مع شريف على طبعا اه لا بعد المحور روحت اون لايف وبعد كده اون انترتايمنت اه وبعد كده جيته النهار وبعدين بقى ليك برنامج في النهار وكان ليا في ال اون اي وفي اون لايف لوحدي برضو تمام انت بتعملي ايه بقى الاطباق المميزة اللي هتعمليها للناس اه الفكرة بتاعت البرنامج بالزبع حلوة ويكلام ده انا عايزة اعمل وصفات للأكل بتاع الامراض المزمنة الناس اللي عندها كوليسترول دايباتيك الناس اللي عندها فاتي ليفر الاطفال تغذية الام اللي بتولد تاكل ايه البيبي اللي لسه بيتفوتهم ياكل ايه علاقة الابراج بالأكل ايه برج القوس ده بيحب ايه والجدي بيحب ايه والدلوي بيحب ايه وحنطبخ الاكل بتاعه ده الاكل بغير خالص شفت واقع هتلاقي عندنا دايما كل ما هو جديد الاكل اتعلم بس دي حاجة جديدة الحقيقة اه انا فكرت بتس لانا هتقولي المريض السكر اه ممكن تاكل كسر مريض الضغط وحنطبخ الاكل والسن الكبير ياكل ايه والسن الصغير ياكل ايه المخلل اللي الناس اللي عندها ضغط بتعشق المخلل هحيموا ليه؟ هاكلوا مخلل صحي من غير ملح بالخل اه مفيش ملح كتير مفيش حال بالخل والمية والفلفل عادي نفس الطعب بالزابط كده اه ده انت هتشتغل شغل جامد كي عايزك باعت طبعا حضرتك تزور انت عامل فيها كل حاجة اه طبعا احنا عاملين العصاج وحطين فيه ريحان وحطين فيه زعتر وعملينها بزيت الزتون حطين بصل حطين اه توم واخد بالحضرتك ده الريحان الايطالي فيه ريحان ما ينفعش احط معاه اي بغار عربي لان البغارات بتبقى مقسمة لايطالي والعربي والمصري ما ينفعش احط التلاتة على بعض كويس اوكي يعني الطبق لما بيطلع المهم يكون الحاجة بتاعته مزبوطة وطبق الجميل شكله جميل جديد الله يخليك ده حضرتك اللي جميل الواحي يقاضح ان احنا مش هنقبط بعد المطابق اللي اشتريوها دي كلها اهم حاجة طبعا النظافة النظام الترتيب الحاجات المهمة جدا جدا في التعليم بتاع المطبق يعني يقولك الناس زي ما بتقول الريحان انه الاكل برضو موزر مش قطر اكل كده وبتاع ما شوف هي عاملة طبق شكله جميل وعلى فكرة دي ملاش هلأ علاقة بالفلوس بالفقر والغنى تقديم الطبق ملوش هلاقة خالز يعني الاطباق دي ممكن تكون غالية في شكلها بالزبط على قد ناس كتير رخيصة وممكن تبقى لش يعني ممكن تبقى السوس بتاع المقارونة ما غير لحمة مفروبة بس اجيب حاجة من التلاجة لحظة واحدة بس احنا لما نينا بقى في لحمة مفروبة ده بقى دونس لا ده فلف الأخضر فلف الأخضر بس وحطي دي فيها ريحان اه حاج بتحب السوس اكسترا ممكن ازور لحضرتك اه بس ده خلاص انت بوست الرجيم بتاع كله انت معلش النهاردة بس يعني خلي النهاردة خلي النهاردة طيب طبع المقارونة ده فيه كالورس كتير اه هو فيه قيمة غزائية عالية تاني حاجة فيه كل حاجة يعني حارك فيه كاربوهادريت فيه بروتين فيه المادة الدهنية فيه الخضرات يعني ده لما ناكله بس جنب سالد اه صلطة جنب وماشي هو مش محتاج صلطة هو كله صلطة يعني ممكن صلطة يعني ممكن صلطة واع يعني بس كده لما نضربش جنبه رغيف للا لا نضربش جنبه حيطة فراخ هو بكده بالضبط كده ده يبقى تمام يعني بس كالورس بتاعي بقى خفيف اه بص حارتك كل ما الحاجة بنزود لها دهون كل ما بتبقى تقيلة يعني في الدايت ده كترة كتير بيدروز مسلوق مكارونا مسلوقة وعيش سن اه مش هتأذيك لكن احنا لو حطينا معاها ركبنا معاها دهون ده اللي بيعمل مشكلة ودي مسألة مهمة جدا يعني قوليها للناس من فضلك لأنه التركيب بتاع الاكل اعتبر ناسك في البرنامج اه التركيب بتاع الاكل مهم جدا ان احنا لما نعمل اكل صحي لو بعمل حاجات نشويات ما بحطش فيها دهون كتير ويستحسن يعني يبقى فيها معلقة زيت زتون بسيطة ممكن اناكها بالفليور يعني احط حضرتك ريحان احط ممكن اللي جيبنا اللايت ممكن استخدم اللي جيبنا الأريش يعني لو الفليور دوا بقي واحد اللي هو حاجات اللي اريحة وكده الحاجات اللي اريحة طبيعية ما نريش في الحاجات دي بك زي ما بنستخدمها بالزبط في ال المخل الدايت هو عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن اه بنحط الكوزبارة الجافة حصة بنحط تهوم منحط كرفس منحط فلفل حار وخله ومية بقى تايستي جدا وطعم حلو قوي صحيح لو قمت الملح يعني حتى هقول حارتك حاجة في قصة الملح دي لما بنيجي نعمل دايت لو أكلت الأكل فيه سمنة الدنيا ومفوش ملح مش عارف فاك سمنة وقشتة وكل حاجة دهون إلا الملح الملح لأ فهو المشكلة الملح بس لكن والدهون إلاها أنت عارفة الملح دا وراء قصة اللي هو طباخ السم بيدوقه طبعا عشر حلقة حكاية طباخ السم بيدوق ديت والسم حارتك في ثلاث حاجات لونهم أبيض السكر ملح دقيق دول السموم السموم القطرة السموم لما تكتر إنما لما تبقى في حدودها تبقى حاجة حيلو أخرى أنا هاخده بقى وروح الشيف حارك لو عايز في ديليبري يعني أخي في ديليبري تفضل يا فرح مش سيهي شكرا لزوق حارتك نورتك يعلكو تاني طبعا أهلا وسهلا خدر سيد شريف أهلا وسهلا اهلا وسهلا ايه سهلا وتالت أسئلة زي حضرتك سيبني بقى مع المكرون بيقولك يا سيلي بقى طباخ السم بيدوقه ده إيه الحكاية بقى ده حقيقي طبعا انت هرق لا طلعت مش كده خالص طلعت طباخ السم بيدوقه هتحط على متين تعجب ما بيدوقوش طبعا ولا فيه سلطان تحلفوا عليه الناس اللي حواليه وقالوا له أعرف انهم عايزيني موتقوه تشلى بتاعته كلها فجاب الطباخ وقالوا أنا عايزك تعمل أكل وتحط فيه أعشاب وحاجات زي كده تجيب مغص كأنه سم بس منهش هو سم بس تتعب اللي يأكلها وعمل لنا طبق لوحده منفقوش الحاجات دي فالطباخ زي عمج شريف كده قاعد طباخ وعمل الحاجات وعمل الطبق بتاع السلطان حطوا لوحده والطبق بتاع الناس كلها الأمر اللي هو يعزمهم حطوا لوحده حطوا الطبق بتاع السلطان لوحده وعمر اللي يعزمهم بعدين سهي كده فقال حدوق عشان بمناسبة الملح حدوق فالراجل قال لجنبه قال لنت بتعمل ايه؟ قال له بادوق عشان نشوف الملح في الأكل مصبوط قال له يا ابن ده فيه سم هو طباق السم بيدوقه كان سؤال هو طباق السم بيدوقه عايزين تعرفوا حكاية السلطان السلطان أكل للناس الأكل جالهم مغس وحاسنهم بيموتوا فقال لهم بقى دارس أنا كنت ممكن أموتكم كلكم النهاردة عشان تعرفوا أن أنا كان ممكن أعمل كده بس أنا سمحتوكم على الفكرة اللي عندكم وخلصت القصة فمفيش حاجة اسمها طباق السم بيدوق دي وراها عالمتين تعجب هو بيدوقه طبعا مش ممكن يدوق كنت حيث أن كل الأمثلة يا سؤال محمود آآ ليها قصة حقيقة من هراها طبعا ده هاي فعل طبعا يلا همشري بيحكي لنا حكاية سمكة آآ يمكن القصة بتبتدي قبل كده بشوية بتبتدي من قبل سمكة بكتير يعني القصة بتبتدي من آآ 26 سنة لما كان عندي خمس سنين آآ كنت بزور جدي وجدتي فكان بيبع عندي استغراب كده من إن طعم الأكل بتاع جدي آآ أحلى من طعم الأكل بتاع جدي طب مش جده كالطباخ الملك معنا ساعتها مش فاهم يعني إيه طباخ آآ مش فاهم مش فاهم يعني إيه طباخ آآ فكنت مستغرب جدا وقعت فترة عندي هذا التساؤل الجواه مش عارف ليه جده الأكل بتاعه أحلى من أكل تيتا معاني استيقاتهم مملوكة المطابخ موما بتطبخ وعماتي وخلاتي وكل السيدات اللي أنا عارفهم بيتطبخوا فطب يعني بأكلهم حلو فضر عندي تساؤل ده آآ في الأصول الملكية المسرعية آآ في أصر الأميرة شويكار آآ الأميرة شويكار شفتوا الضريح بتاعها يعني يا ريت آآ تلاقوا دلوقتي أو نزولكوا بكرة الضريح السرير اللي هو البرخام العظيم جدا وكانت أميرة مهمة في تأثير على الملك فاروق نصدرت ففضل جواه شغف تجاه المهنة دي شغف تجاه المهنة اللي انت بتستخدم فيها حواسك الخمسة علشان تطلع المنتج اللي انت بتطلعه في النهاية لمس الشام كل حواسك الخمسة بتستخدمها فيها بس الحقيقة خدتني ودرست دراسة عادية درست تجارة أوكت في مدارس حكومة درست تجارة وإدارة أعمال في جامعة القاهرة خلصت دراستي واشتغلت في شركات عالمية بالشهادة بتاعت الإدارة الأعمال والتجارة بس طول الرحلة دي طول ما أنا ماشي جواي حاجة بتقولي الطبخ شف بتزن في دماغي في حاجة بتزن في دماغي بس ما بتطبخش بس بطبخ بشكل هاوي لا يعني بتخشش البيت عندك بتخش أه طبعا في البيت بخش بطبخ واجيب صحابي وبطبخ لأهلي ما عنيش أي مشكلة وفي مرضوط كويس بيقول عليك بطبخ حالة جدا جدا بس ما زلت لسه مش محترف الشغلانة دي مش محترف الوظيفة خلاص انت بقى بتتجارة بقى ودعمال وحاجات زي كده بزرط كمان كنت ماشي كويس جدا كنت شغال في شركات كويسة جدا شركات عالمية كنت مقدي فيها كويس يعني يا فسوز محمود أنا فاكر إن السنة اللي أنا سبت فيها الشركة هي أكبر شركة سيارات في العالم يعني بس موجودة هنا في مصر السنة اللي أنا سبت فيها الشركة دي كنت الموظف المثالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فكنت مقدي كويس بس مش هو ده اللي أنا عايزه ما زال مش هو ده اللي أنا عايزه حتى لو أنا مقدي فيه كويس قررت ان انا اغير المجال بتاعي بعد النجاح ده بعد النجح ده والدخل كويس جدا والمركز الجميل جدا قررت ان اغير والمستقبل ب limite ووضعها مقارن قويس جدا ده حقيقي جدا والوضع الاجتماعي كويس جدا انا ما عنديش اي مشاكل لكن لسه مش هو utilization او مش دانلي مش مش هلا انا بحبوه مش هو اللي انا بطمح اليه فقولت هعمل ايه قررت ان انا هبتدي الموضوع بالدراسة وقلت لازم مدرس عشان بعرف ان اقول ايه بالزبط بدأت دراسة في مصر هنا كنت بشتغل شفت بتاعي في الشغل كان من الساعة سبعة الصبح لغاية تلاتة ونصف والدراسة كنت بتبتدي من اربعة لعشرة بالليل لمدة سانة ونصف فكنت ببقى في الشغل والدراسة من سبعة الصبح لعشرة بالليل كل يوم معادة الجمعة والسبت قعدت على الحال دي لمدة سانة ونصف علشان بالزبط علشان احصل المعرفة اللي انا محتاجها في المجال اللي انا بحبه خلال الرحلة دي ما كانش هدفي ابدا ان انا يبقى عندي مطعم او يبقى عندي برنامج في التلفزيون كان كل هدفي ان انا اشبع شغف في عالم انت عايز تخشه انا كنت في فقاعة خاصة بي في حب اللي انا بعمله ده استوريت فيها مجوز في الفترة دي لا لا مكنش مجوز في الفترة دي جوزت بقى بعد كلا يبقى كويس يعني عندك بقى حبيبتك اللي هتتجوزها قالت عليك مجنون ولا شغلانة كويسة ده حقيقي اه كتير انك انت مجنون كتير من الصحابي هي قالت عليك مجنون ده حقيقي لا هي مقالتش لا هي جميلة هي مقالتش كده لكن كتير من الناس الاقرانة اللي حولي او من صحابي او بعض الافراد من العائلة كان بالنسبة لهم تريد تعمل كده انت درس والدتك بقى ايه موقف والله والدتي والدتك اللي هي يعني ابوها لا ده ابو ابويا ابوك بقى والد موقفه ايه اللي هو ابوه طباخ الملك موقفه ايه من الودة فيه الجينات وحيعملونها طباخ هقول لي حرجا حاجا كان بالنسبة له ان احنا من احنا بعد ما العائلة كانت شغالة في المهام اللي شبهة الطبخة والمهام دي بدأ يبقى فيه بدأوا يخشوا لجمعات ويدرسوا ده كترة جامعة حسن التحول بزبط زي معظم الشعب المصري فهو حاس ان انا هارجع تاني بالعائلة لما سبق فكان عنده بعض التخوف لكن لما لأ كان خايف كان عنده بعض التخوف لكن لما لأ ان انا عندي اسرار وان انا عارف ان انا بعمل ايه وبحط رجلي فين ساعتها عشان عنده اي مشكلة جميل جميل انا بحكيت ليهش قصة سمكة لا ده انا مستنيع مش ممكن اكل عشان اشوف بس طبعا طبعا ريهام عمللنا حاجات حلوة هتديها وانا بأكل لا خالص انا بأسود جد بس انا ممكن اعود اكل مكارونا كل يوم بالليل اتعاشي مكارونا انا مدل تلات وشهور اربعة وشهور ما بدقش حبيبت الكل المكارونا اه مكارونا جميلة جدا احكي الحاج بقى خصة سمكة زي ما كنت بقول لحضرتك كده خلال فترة دراسي كنت في مدارس حكومية درست في جامعة حكومية كنت شخص عادي جدا وكنت مهتمة بان انا اطور من نفسي بس لسه ما عنديش الادوات اللي اطور بيها من نفسي فقلت انا هعمل ايه انا هبتدي بان انا اشترك مع الطلاب المثقفين اللي في الجامعة في نشاط طلابي معين فقلت خلاص انا هروح اقدم على النشاط ده واشوف الدنيا هتمشي زي هل هستفيد منه او لا مهم روحت اشتركت وكان من المتطلبات الاشتراك ان انا اعمل مقابلة شخصية مع احد الطلاب اللي مسؤول عن تعيين او اختيار الافراد اللي هيكونوا جزء من العمل الجماعي ده سمكة كان شخص اسمه سمكة سمكة قاعد معي قاعدة غيرت مسار حياتي بنسبة 180 درجة من هنا لهنا قعدت مع سمكة سألني اسئلة بسيطة جدا ما حستش ان هي بسيطة غير بعد ما خرجت من المقابلة دي سألني قال لي شريف ايه اخر كتاب انت قرأت وزي ما حدرك قلت في المقدمة كده فانا قلت له انا مش فاكر عد السؤال سكت دقيقتين كانوا طوال جدا علي وبعدين سألني سؤال تاني قال لي مين انجيلا ميريكل قلت له ممثلة امريكية سكت بعد كده سألني سؤال تالت قال لي مين قدوتك في الحياة ما جاوبتش عن السؤال ده قابل كل دول هو سألني وطلب مني ان انا اكمل قال لي ينفع نعمل الانترفيو ده باللغة الانجليزية فقلت له ام علش مش هقدر منك خليها باللغة العربية كانت معرفتي باللغة مش قوية خرجت من الانترفيو ده او من المقابلة دي عندي شعور بالهزيمة عندي شعور بان انا مش عايز ابقى نفس الشخص اللي كان قاعد على الكرسي ده مرة تانية باي تمن آآ ممكن بسامكة كشف لك نقاط ضعفك بالزبط مش بس كشف يعشيز محمود ده هو كشفها وداس عليها جامد فقالمتني جدا قررت ساعتها ان انا مش هبقى الشخص ده مرة تانية او ده بقى اللي انا قلت له في بداية الحلقة انه زكي وكانه ممكن يخرج من الاختبار ده اسامكة ده رزل ونجي لاميركل ايه وبتاع ايه مين الكاميرا فين؟ انا عارب انتو حطين تسعمائة كاميرا او انا عرفها من اين فكان ممكن يخرج من الحكاية مداية من سامكة ومنما خرج وسمكة ما كانش قصده انه يحوله خالص هو بيكتشف الشخصية ديه وهو سامكة نفسه ما كانش ما كانش شخص سيء ولا كان ردود فعله ردود عنيفة هي كانت ردود فعله ردود عادية جدا لكن كانوا واقعها علي ما قالوش اي كلمة محرجة هو ساقله ما جاوبش خلاص فينها هي قالي شكرا هنرد عليك بعد فترة هو خرج بقى الدماغه اشتغلت لا ده انا مضروب ده انا عندي احاجات كتير ده حقيق بالزبط قررت ان انا مش هبقى الشخص ده مرة تانية عملت ايه ساعتها اولا انا كنت بشتغل من وانا في اولى جامعة بشتغل عشان اصرف على نفسي وانا بدرس معا انك مش محتاج مش محتاج ده يعني اصرتي اصرتي اصره متوسطة اصره متوسطة قابلنا منان احنا اولاد في مصر جديدة وكده اصرهم كويسة عندهم يقدروا يعلموا اولادهم وكل حاجة لكنهم اقرروا من اعدادي من سنوي والجامعة انهم يشتغل ده بتعمل حاجة في الشخصية كبيرة ده ايه جده فقررت ان انا مش هكون شخص ده مرة تانية قررت ان انا هوظف كل الموارد اللي عندي سواء كانت موارد مالية سواء كانت موارد عقلية اي نوع من انواع الموارد اللي موجودة عندي علشان اعمل التحول اللي انا محتاجة اعمله ده فساعتها عدت احصر ايه نقاط المعرفة اللي نقصاني انا نقصني معرفة في اللغات فلازم اتقن اللغات لازم اللغات عندي تبقى كويسة جدا عندي نقص في الثقافة انا مش مثقف مش عارف ايه اللي بيدور حوالي في مجالات الثقافة المختلفة كنت باعمل ايه بقى كنت باحضر الندوات الثقافية للاس مختلفة وشوف هما بيقولوا ايه في مواضيه حتى ممكن تكون مش بتهمني لكن المعرفة الركمية فكنت باعرف حاجة من هنا واعرف حاجة من هنا واعرف حاجة من هنا جدا كانت بيتشكل شخصيتي بقى بعد كده بدأت تشكل الشخصية بتاعتي اشتغلت على نفسي في التنمية البشرية ساعتها وعرفت ازاي ان انا احسن نقاط الضعف اللي عندي احسن نقاط القوة وقوي نقاط الضعف بتاعتي قدرت بعد كده ان انا اول ما اتخرجت انا اشتغلت في اكبر شركة اتصالات عالمية موجود لها فرع في مصر هنا بعد ما اتخرجت بيوم واحد بس يعني اتخرجت اشتغلت اشتغل شيف بقى اهلني ان انا اعرف اواكب ناس در وفي جامعات غالية جدا. زي الجامعات الامريكية الجامعات الالمانية الجامعات الانجليزية وهكذا اللي موجودة في مصر. دا مش عن طريق ان انا درست دا في جامعات جامعات حكومية لا. دا عن طريق ان انا اشتغلت على نفسي. بنفسي. ان انا يعني عملت نفسي اعداد. ان انا ابقى قاعد في المكتب جانبي. موظف متخرج من الجامعة الامريكية. واحد الاثنين. نفس ال POLITION�. نفس الرول. نفس السالى دي. ما هو دا نفس الرول نفس السالري. ما هو ده الفرق بين الجماعات دي و دي. بالزرق. ما دي بتعمل ثقافة عامة جنب العلم. والآآ يعني. بس دي قصة آآ سامكة. و ده التغير اللي حصل مع سامكة. هو ده بقى. هو ده بقى. ان هو قدر ينقل نفسه. قدر ينقل نفسه. من حالة لحالة تانية. رغم ان هو عارف انه هشتغل شيف في الاخر. هشتغل طباخ. بس الانسان مش بس المهنة. ده صحيح. اه في مجال الطبيق. قصتك بقى في الطبيق. اه قصتك في الطبيق زي ما كنت بقول لحضرتك كده. تبتدي من زمان من ون صغير مع جدي و قد ايه هو الهمني بان انا احب الوظيفة دي واحب الشغلان دي واحب الفن ده. انا بسميه فن من فنون الطهي. طبعا. اثقلت بالمعرفة وبالتعلم. درست في مصر زي ما كنت بقول لحضرتك. وبعدين دخلت مسابقة كنت انا مترشح ليها. ضمن عدد كبير من الشفات شغالين في القتليات وانا مطاعم وانا كنت بس درست. لكن ما اشتغلتش بنفسي بايدي في اي مكان. اه كنت منظماها وزارة الخارجية الكورية الجنوبية. اه من خلال سفاراتها حوالين العالم. كل سفارة في دولة عاملة المسابقة. نجحت. نجحت الاول. على. على. تريك علاقة بكوريا بتقول انت اول واحد بتعمل. ده ده حقيقي هقول له حضرتك. في مناصب غريبة نسمي. انا السفير الاكل الكوري في مصر. سفير الاكل الكوري في مصر. فلما طلعت الاول في المسابقة دي. اه بقيت اه سفرت كوريا الجنوبية عشان امثل مصر في المسابقة الكبيرة. اللي واخدين فيها اللي فاز من كل دولة من الدول دي. هناك خط لقب سفير الاكل الكوري في مصر. وزير الخارجية الكورية. سلم عليا ويداني اللقب ان انا بقى سفير الاكل الكوري في مصر. اتكلم في مصر. عن الاكل الكوري وعن تقافة. رجعت بقى من كوريا الجنوبية. كان في اه واحدة اه زميلتنا في الشغل. اه. شركة السعرات اللي كنت بقولها فيك عليه في البداية. اه كانت تعرف شريف مذكور. اه. اه. شريف مذكور والله اعمل شغل رائع. اعمل شغل خطير. اه. اه. يعني مقدم مجوم كتير. المهم. قالت لي يا شريف انا اتكلمت مع شريف مذكور. وهو عايز يقابلك ويشوفك. وانا حكيت له قصتك. وقدي انت عملت تحول في المجال بتاعك. فعايزين اه تطلع حلقة مع شريف مذكور. نزلت مع شريف. نزلت مع شريف مذكور. في الاول كنت متخوف جدا. مش عارف. هقول لحالك الحاجة ممكن تستغربها. حالك عارف كان ايه تخوفي ساعتها. كان تخوفي. اني اشتغل اه سواء في التلفزيون او اشتغل في مطعم او في قتل. ده يحول الشغف والحب بتاعي. لالتزام يخليني ما حبش اللي انا بحبه زي ما كنت بحبه قبل كده. فقلت لأ طب ما تخليها موهبة. خليها حاجة انا بحبها بعملها في اوقات الفراغة عشان افضل احبها. مش عايز الزم نفسي بيها. عشان بعد كده حس بان فيه التزام تجاهها. فيقل الحب بتاعي تجاهها. بس ده ما حصلش. الصراحة يعني. لا ما يجريش حاجة. ده حقيقة. ده بالعكس جميل انه تبقى مهنتك. هويتك. ده حقيقة. ده حاجة حلوة جدا يعني. كملت تلاتة حلقة. بعد كده اه سوري تكلمني بعد الحلقة وقال لي لو انت حابب ممكن نكمل فترة نشتغل مع بعض سوا. اه وهو الصراحة يعني انا بشكره جدا من هذا. شريف بالسرعة. طبعا. اه. لانه هو كمان وقف في ظهري جدا وعلني حاجات كتير. طيب انت بقى انطلقت خلاص. انت بقى ناوي تقدم للناس اكل كوري. لا خالص. ليه? هقول لي حالك بقى بالزبط انا بعمل ايه? ايه دي الاول? اه دي فراخ صدور. اه. محشية. بكمل كيلو? اه كيلو غالي اول. ممكن اكلها. طبعا. اه. البرنامج بتاعي بقى يا سيد محمود فكرته. دي فيها بسترمة. اه. وجبنة وزعتر. بتتعمل ازاي دي? فراخ بتتفرد. اول بجيب الفراخ. دي الفراخ ايه? اه بالزبط. بتيفردها على الخشب. بفردها وبالسكينة. على الخشب دي. ده ايه? بالسكينة بفردها بخليها مستوية الى حد كبير. وبعد كده بدقها. بدقها. علشان تبقى كل القطع بتاعتها بنفس. فيه الخشب احنا كنا نهار قبل جد بتصنع فيه. اه. ده حقيب. بنفس السماكة. وبعدين بحشيها من جوة. اه. حاطت عليها الجنزبيل. بسترمة. اه بزرط بسترمة. وجنزبيل. وجزر. اه لقى الجزر في وصفة. الجزر هنا في الوصفة دي. ايه دي? طماطم هنا. دي مرأة. اه. ما انتستخدمه ايش. ما انا هقول لحيك بقى بسترمة. 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 ودي. ده زعتر. زعتر. وده ملح ده عادي. ده سكر. 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 عشان الجزر بقى حالك هتدوق دلوقتي بتقول لي رأيك في ايه. اه. اه. اكمل حالك البرنامج. اتفضل. اه. فكرة البرنامج هي فكرة مركبة لحد كبير. انا ايه فلسفتي في البرنامج ده وعايز اعمل ايه بالزبت. عايز اطوع المعرفة اللي عندي. فان هي تفيد الناس في مجالات مختلفة مجالات حياتها. فانا عامل سبع افكار للسبع ايام. يعني هو الافكار بتاعته متعددة. يوم الزبت بعمل فكرة اه. هي فكرة الاكل السريع. وده بيفيد اه. الناس اللي ما عندهاش وقت. لو في سيدة عاملة بتشتغل. ايه ايه ايه. ترجع من الشغل. بتقدر تعمل الاكل. احنا بسمينا او الوصفة. كتم جلت تنزل من روزة اليوسف تروح تجيب اشتماع الرجل اللي بقى تديره الصبح اللي بقى دونس والحاجات ويعمل لها الكفر. يعمل لها الحاجات دي. وبعد ثلاث سنين اكتشفنا لو لحم حمير. رجل اتقفل. لاقت نسبة لاقت اليوم. وقدام روزة اليوسف كده كان غزار. شامع احمر. في ايه يا اه فايوم الحد بعمل اكل سريع. يفيد الطبقة اول. ده يوم السبت قلت. يوم السبت حقيق. اه. الحد ايه بقى. اه. اه. السبت اكل سريع. الحد اكل مصري مطور. اكل مصري في تويست. في تغيير ما يخلينا مش زهقانين من الاكل اللي احنا معتادين ناكله باستمرار. ده قبل اثنين. يوم الاثنين. ده اكل الشارع بنعمله في البيت. اه. يوم اكل سريع زي المطاعم. ويوم الثلاث. يوم الثلاث. يوم الثلاث اكلات قليلة التكلفة. اه. مش شخص ان هي قليلة التكلفة ما يكونش فيها لحمة او فراخ او سمك. ارديح. اكل ارديحي بستعمه حلو. او لو فيها الحاجات دي تبقى كميات صغيرة او قطع رخيصة. هي ممكن اجنيحة الدجاج نعمل بيها صفرة. اه. يوم الاربع بعمل اكل دولي. خلاص احنا في يوم الاربع اه هيبه خلاص حاضري هيبه. يوم الاربع بعمل اكل دولي بمكونات محلية. كويس. انا في البرنامج بتاعي ما بستخدمش اي مكون مصدورة. اه. اه. وده يوم الاربع ده انا مهم بالنسبة لي او. زحي. ان المهم كمان ان احنا نحتفظ باكلنا والمهم ان احنا ندخل في اكلنا اكل. ده حقيق. انا بحاول ادخل. فده مرة احتيعمل حاجة كوري مرة احتيعمل حاجة صيني مرة احتيعمل حاجة يا يباني مرة هتعمل حاجة هندي ده اللي أنا بعمل الحقيقة ده صحيح ده جميل جدا فأنا يوم الأربع بعمل أكل دولي بمكونات محلية الصنع أو محلية المنشن لو كان في برحة بتقولتلك يوم الخويس المفروض تبخ إيه بس دلوقتي عشان الهيئة القومية للإعلام ما ندرش نقول هتعمل يوم الخميس يوم الخميس هي بوائي بوائي الأكل بتاع الأسبوع كلها بعيد استخدام الحاجات اللي في التالي جاعمل بيها سفرة كاملة يوم الجمعة بعمل ثلاث حاجات هقول لحضر كريم يا إما أكل الأطفال يا إما أكل هلتي أكل صحي يا إما مشروع المشروع يعني إيه يا إما يعني جمعة كده وجمعة كده وجمعة كده الجمعة بتاع المشروع ده عبارة عن مشروع أنا بقدمه للشباب ده ناتج عن دراستي لإدارة المشاريع وللطب جماعة المعرفتين دول فإن أنا بقول للشباب إزاي يفتحوا مشروع لي علاقة بالأكل سواء كان دراسة الجدوة بتاعته الماليات بتاعته تتعمل إزاي؟ على أساس أن يوم الجمعة ممكن يكون فيه ناس كتير قاعدة في البيت الدول بزر، فيقدروا ياخدوا ده يعملوا بيه مشروع على طول أنا سعيد بيك جدا جدا بس يعني يعني مش هاده لمشي غيره ماخد طبقين دول طبعا 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 حاجة شرفتنا جدا بكر جدا ألف شكر نورت لقمة هنية أنت برنامج اسمه لقمة هنية ده حايفة وريهان برنامج اسمه إيه بقى؟ ألف هنة ألف هنة ألف هنة وشوفك ايه مروة؟ الكبدة خطيرة ها؟ أنا عمالة أزأز في الكبدة بس طلعت مش مش هادشاطة ها؟ أنا عايز سندهوتش بقى ده حد هنا عراوة صح؟ لا هي بجد طعمها جيدة أول هيدا دي سخنة دي ها؟ لا خلاص؟ برنامج اسمه بقى أكلة بيتي أكلة بيتي ها إن شاء الله ايه؟ الناس تطبخ في البيت ايه أنا عايز سندهوتش الكبدة ده ناكل في البيت بس الفراخ حلو أول بتاعة أنا باكل بيدي جاه بتاع عايز فيه شوكة أجيب لي حضرتك شوكة؟ قدمنا لكم حاجة لطيفة جدا آآ الناس عاملين ديكور يعني ده ديكور ده معمول مخصوص ده ديكور مروة الأصلي آآ وده ديكور بتاعها لوحدة وده ديكور رهاملة وحدة وده ديكور شيربيني بيعني شريف 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 معلش الشيربيني في الماغر حبيب أصلي علي الشيربيني حبيب شريف عفيفي لوحده هتشوفوه منتو في البرامج لوحده وأنا اقترحت عليهم دلوقتي انه ما فيش مانع يعني يبقى يوم في الأسبوع هم الثلاثة مع بعض آآ فين الكاميرا أيوه هو يوم في الأسبوع هم الثلاثة مع بعض ويكون معاهم حد فيهم بيعمل حلوياته وبتاعي بقى ده حاجة لطيفة جدا ويا ريت بقى انا هكون مزيع اليوم دوت عشان نتعاش عاشوا حلوة الله الله يبقى حاجة حلوة جدا 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 ربنا يخليك ساندوتش الكبدة ساندوتش الكبدة ومش مش أطشطة خالص فاصلع أسلم على حضرتك وامش بقى أخذ الحاجات دي في الفاصل عشان ايه ما مش عايزين فرصة سعيدة جدا والله انا اسعد شكرا جدا وبقى بلغي جوزك تحياتي الشديدة لانه رجل جدع الله يخليك يلا بنا بقى شكرا جدا عشان نسمع علي شكرا اشتركوا في القناة